وللوصول دائما إلى منظومة صحية متكاملة تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة وتكون مهيئة في المؤسسات الصحية الحكومية بالأنظمة الصوتية وفي المنحدرات المتخصصة للكراسي المتحركة والمصاعد أيضا يجب أن يكون هناك تكاتف للجهود من خلال مؤسساتنا في مملكتنا الحبيبة اليوم نحكي عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ومعنا اليوم أمين عام هذا المجلس الدكتور مهند العزة لحتى يحدثنا عن جهودهم المبذولة في هذا المجلس بالتعاون طبعا مع الجهات المختلفة لدعم هذه الفئة التي تشكل 15% من المجتمع الأردني وهي فئة ملهمة جدا ولديها العديد من المواهب التي بحاجة إلى تمكين وتطوير وتأهيل صباح الخير أهلا وسهلا بك دكتور صباح النور يعطيك الفافي أهلا وسهلا دكتور يعني نورتنا وفي البداية في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بنا نتحدث عن شعار العالمي الذي تم إطلاقه والذي يخص جائحة كورونا نتحدثنا أكثر عن هذا الشعار وماذا يعني وما حملة الحملة التي تعنى بها هذه السنة بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة أولا أنا أزجي الشكر لتلفزيون الأردني لأنه من القنوات الإعلامية الرائدة في تسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأنا شخصيا كنت كان لشرف أن أكون مشارك ومعاين لهذه التجربة من 2008 بالنسبة للشعار يعني جاء تحديدا على موضوع كوفيد 19 أو كورونا لأنه التحديات اللي واجهوها الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الجائحة كانت تحديات كبيرة جدا على مختلف الصعود يعني إذا بنحكي على مستوى التعليم على سبيل المثال لما التعليم يتحول أولا لازم نعترف أنه كل العالم تفاجأ بهذه الجائحة يعني وزي ما جلالة سيدنا حكى في أول الجائحة أنه ما في حدف العالم وقتها كان عنده الحل المثالي للجائحة الكل كان متفاجئ الكل كان بحاول أن يبتكر أو يفكر بالحلول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لما صار على سبيل المثال التعليم عن بعد كان فيه إشكالية أنه منصات التعليم غير مستوعبة أو ملبية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثال الطلاب الصم اللي عطلت مدارسهم زيها زي غيرها ما كان فيه ترجمة إشارة للمناهج متاحة أونلاين مثلا الأشخاص المكوفين طيب بدهم المناهج بشكل صوتي فاداركنا الموضوع بشكل عاجل خلينا نحكي وقمنا بتسجيل هذه المناهج من خلال أهل الخبرة وقمنا في المجلس بتحميلها على قنوات خاصة للأشخاص الصم وللأشخاص المكوفين ممتاز طيب دكتور هل كان هناك نوع من الخدمات العلاجية أو الوقائية الخاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة اللي تم توفيرها خلال هذه الجائحة منذ بدايتها يعني هذا سؤال ممتاز لأنه المفارقة اللي كانت بالجائحة أنه أكثر حدا في العالم معرض لخطر الإصابة وإذا أصيب فيها معرض للمضاعفات هم الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه على سبيل المثال المكوفين باعتمدوا اعتماد رئيسي على حاسة اللمس وعلى التعرف على الأجسام المحيطة بأنه يلمسها بيده ويتعرف عليها وبالتالي هو على اتصال مباشر دائما ببيئة المحيطة هو مضطر على سبيل المثال أن يسير بصحبة مرافق شخصي إذا كان ما بيستخدم العصال بيضاء وبالتالي هو عرض دائما للاختلاط وأن يكون على مساف قريبة من الآخرين اللي قد ينقلوا العدوى إذا حكينا عن الأشخاص عسبين مثال على كراس المتحركة والأطراف الصناعية اللي بيستخدموا العكاكيز الووكرز كل أدواتهم ملامسة للأسطح وملامسة للأرض وأيضا هم عرضة للتواصل مع الآخرين لغايات المساعدة والمساندة المشكلة هاي بتخليهم أكثر عرضة للخطر خطر الإصابة إذا أصيبوا في إعاقات معينة بصاحبها عادة إشكاليات في الجهاز المناعي يعني زي اللي عندهم التصلب اللويحي الـ MS مثلا بيأخذوا أدوية هاي الأدوية أساس عملها أن تثبت أو تخفض من أداء الجهاز المناعي لمعالجة التصلب اللويحي فيه أنواع من الشلل الدماغي بتأثر على الجهاز التنفسي لذلك إحنا كنا حريصين مع وزارة الصحة أنه صلت الضوء على هذا الموضوع وزي ما كنت مدردش يمكن مع الأستاذ إبراهيم قبل الهواء أنه إحنا كان في إشكالية أنه ما حدا عنده وضوح طب إذا حدا من الأشخاص ذو الإعاقة أصيب لا قدر الله أو جاي من سفر وبدو يدخل بالحجر المؤسسي لما كان موجود هل هناك تهيئة معينة بالضبط يعني فيه تهيئة طب مين بدي يكون معه؟ طب حدا عنده إعاقة ذهنية شديدة بدي يكون حدا معه؟ الطاقم الطبي كيف بدي يتعامل معه؟ يعني أحكي لكم قصة صغيرة بس بتبين أنه الوضع كان صعب إحنا فيه شباب من الأشخاص الصم كانوا جايين من دولة عربية في أول الفرض الحضر وبعدين راحوا على أحد فنادق البحر الميت بالحجر هذول الشباب ضلوا يوم كامل تقريبا بدون أكل والسبب أنه كانوا بيجوا بيحطوا لهم الأكل عند الباب بره وبيخبطوا على الباب بيدقوا على الباب وبروحوا مش مدركين أنه اللي داخل الغرفة من الصم وبالتالي مش عارفين يتواصلوا معهم هذا تحدي كبير حقيقة يعني كيف تم علاجه أو الوقوف إحنا تواصلنا معهم بصراحة وللأمانة يعني فريق القوات المسلحة كان أكثر من متعاون والفرق الطبية اللي في وزارة الصحة كانت متعاونة اتفقنا معهم أن يكون دائما فيه مكالمات مرئية مع الطاقم التمريضي وفيه مترجم إشارة كانوا يتصلوا فيه من طرفنا ويترجم ما بين الأشخاص الصم وما بين الطاقم التمريضي لكن هي الفكرة أنه بتسلطوا أن منظومة الخدمات في حالات الطوارئ يجب أن تكون منظومة مستوعبة لكل الحاجات وكل متطلبات الناس اللي بتختلف في تنوها مش بسل الأشخاص زوال إعاقة كبار السن، المرضى، المرأة كل إنسان له متطلب خاص يجب مراعاته في الحالات الطارئة وغير الطارئة أيضا دكتور، لا شك جائحة كورونا كانت مفاجئة كما ذكرت وكان هناك ضرر كبير على كافة الفئات ولا أحد ينكر أن هذا الضرر كان الأكبر أو جزء الأكبر منه على الأشخاص الضوية إعاقة حملة هذه السنة تعنى بما بعد جائحة كورونا أو المخططات التي ستعنى بها هذه الحملة ما بعد كورونا كمجلس أعلى، نتحدث الآن لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة هل هناك خطط مستقبلية كونه هذه السنة كانت سنة استثنائية وأيضا الفعاليات والنشاطات كانت متوقفة نوعا ما يعني هو يمكن أحلم في الشعار للأمانة ما يعطيه من أمل بأنه ما يتحدث عن ما بعد كورونا صح وبالتالي يعني في إحساسي أنه إن شاء الله شرفت هذه الأزمة على الانتهاء الآن إحنا للأمانة بدأنا بشكل حثيث تحصيل موافقات من رئاسة الوزراء لتمويل مشاريع عاجلة من خلال شركاء لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا اللي لحقهم ضرر بسبب تراجع الوضع الاقتصادي اللي نشأ عن الجائحة تعرف صاحب العمل زي ما شفنا أثناء وما بعد فترة الحضر نعم بده يقلل العمال اللي عنده عشان الدخل عنده صار أقل صحيح المصاري لا فللأسف هلأ لما بفكر بتقليل العمال عادة عادة أول ما رح يفكر رح يفكر بالفئات اللي هي يعني أكثر عرضة للإقصاء بفكر إذا عنده عمال من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة على الأرجح رح يستغني عن ذوي الإعاقة على الأرجح أنا بحكي وبالتالي تعويض هذا الموضوع تعويض هذا الجاب أو الفجوة الاقتصادية اللي حصرت للأشخاص ذوي الإعاقة محتاج يتحرك إحنا من جهتنا بصدد تمويل بعض المشاريع والمبادرات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع التشغيل الذاتي في القطاع الخاص أيضا في فرص وبارقة أمل كبيرة بصراقة أن يكون في تشغيل لهم وأيضا إحنا وديوان الخدمة على توافق تام ووجهة نظر واحدة كان في لقاء مع عطوفة رئيس ديوان الخدمة وسمو رئيس المجلس قبل حوالي يومين بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكون لهم الأولوية في أي استثناء بخصوص التعيين خلال العام القادم دكتور محمد بدنا منك بختام اللقاء سؤال كلمة أخيرة بتحب توجهها لجميع المشاهدين في هذا اليوم الدولي ألهام للأشخاص من ذوي الإعاقة أنا أقول لكل شخص من ذوي الإعاقة ولكل أسرة لديها شخص من ذوي الإعاقة سواء كانت أم أو أب أو أخت أو أخ بأنه ننحني للصبر والمثابرة التي تحلوا بها والتي أبدوها ونقدر ونحترم المعاناة التي مروا فيها أثناء الجائحة خصوصا أهالي الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية سواء كان داون سندروم أو إعاقات نمائية أو توحد ونقول لهم بأن الأزمة كانت على الجميع ونعتذر عن أي تقصير قد يكون بدر مننا أو لم نلبي التوقعات وبالتأكيد كل أزمة هم وإحنا لازم نطلع منها إحنا كمجلس لازم نطلع منها أقوى ونتعلم منها درس بحيث الأوضاع تكون أفضل في مستقبل القادم إن شاء الله يعني دكتور جهودكم مباركة وإحنا نسعيدين جداً بهذا اللقاء ونتمنى دائماً أن يكون في دعم زي ما ذكرت الآن بدعم للأشخاص الضوئة سواء كان من الأهل أو من الجهات المعنية يعني دائماً هناك تحديات نشكرك على وجودك معنا اليوم الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ضوئة لعاقة دكتور مهند العز كل الشكر شكراً جزيلاً الله يعطيك ألف عافية شكراً سننتقل معكم إلى مشاهدة تقرير لدكتورة جمانا أدويكات عن أحد القصور الصحراوية قصر الحران نشاهد هذا التقرير ونواصل معكم أبقوا معنا شكراً جزيلاً آخر 20